السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي في الصف الأول تأهيلي بداية أبنائي نتحدث عن درسنا وهو إثراءات لما تعلمنا خلال الفصل الدراسي الثالث في مادة التربية الفنية إذن أولا نتحدث عن المجال المستهدف في درسنا وهو المجال الفني والمجال المساند له وهو المهارات الحركية الدقيقة الهدف العام من هذا الدرس أبنائي وبناتي أن يتعرف الطالب والطالبة على خطوات الرسم بأسلوب شجال الأهداف الخاصة التي نسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها بإذن الله أولا أن يرسم الطالب والطالبة عمل فني بأسلوب الفنان شجال بعد ذلك أن يحدد الطالب والطالبة الأشكال بألوان باستيل ثم أن يضيف الطالب والطالبة تأثيرات باستخدام الملح على الألوان وهي رطبة قوانين الدرس أبنائي وبناتي أولا نستعد وذلك بتجهيز كراسة الرسم كوننا الآن ندرس مادة التربية الفنية بعد ذلك علي أن أستمع إلى درسي بتركيز حتى أكون قادرا على تطبيق المهارات بشكل متسلسل ومعرفة المطلوب مني أخيرا أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت الخاص به أبنائي وبناتي نستمع الآن إلى هذه القصة هنا نورة تتحدث على نفسها أنا نورة أريد أن أتعلم هواية جديدة لكي يصبح لدي مهارة جديدة ما هي هذه المهارة؟ قررت نورة البحث على جهازها المحمول وجدت إعلان لمعهد فنون إثراءات إذن توجهت للمعهد ووجدت معلمة الفنون وسألتها ماذا سوف أتعلم عن أسلوب هذا الفنان وكيف سأتعلم؟ أخبرتها المعلمة أنها سوف تتعلم بداية أسلوب الفنان شجال في الرسم وقالت لها المعلمة أنه هذا الأسلوب أسلوب الفنان شجال أنه يستخدم للتعبير عن العقل الباطني أبنائي وبناتي بحيث أنه يشكل تصويري للبعد عنه والبعد عنه الحقيقة يعني كأنه يتخيل أو عالم الخيال إذن شجال يحاول أن يصور تفكير العقل الباطن في الخيالات وكيف يتخيل الأمور وكيف يتوقع أو ممكن تصير في عقله الباطن ماذا أبنائي وبناتي تسيطر عليها هذه الخيالات؟ هي أحلام وكذلك أفقال قد تكون مكبوتة ممكن إبداعية خارجة عن المألوف إذن ها هو أسلوب الفنان شجال هكذا حدثت المهلمة البنت أو صديقتنا عنها نجد هنا أنه إثراء رح أعلمكم كيف يكون الرسم بأسلوب شجال في البداية أبنائي وبناتي ممكن نرسم شمس في الأعلى ممكن نرسم حيوانات تسير في السماء كذلك أنه قد نرسم منزل يوجد فوق السحب لأنه قلنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خيالات وأحلام وتصورات في عقلنا الباطن يعني أشياء ممكن نتخيلها وأحلام ممكن شفناها فقام الفنان شجال ماذا؟ بتصوير هذه الأحلام وهذه الأفكار خارجة عن المألوف بالرسم تعبير عنها بالرسم لاحظوا هذا المنزل تدور حوله فراشات كذلك سيارة تخيلوا سيارة تسيروا بسلام فوق السماء بدون أجنحة بدون أي شيء وأحدهم يسقطوا من الأعلى إلى البحر وهكذا إذن هذا هو سلوب الفنان شجال أنه أشياء خيالية ليست لا تمثل الواقع لا تمثل الواقع بصلة ولا ممكن تكون موجودة في الواقع يعني مستحيل نشوف سيارة تمشي على البحر مستحيل نشوف زرافة تمشي في السماء هكذا أبنائي وبناتي راح ننطلق أنا وأنتم ورح نستخدم أدواتنا اليوم في الرسم بأسلوب الفنان شجال أولا راح نحتاج كراسة بكل تأكيد في البداية راح نحتاج قلم للرسم ثم سنستخدم ألوان البستيل وقلم رصاص طبعا أفضل تكون ألوان مائية حتى يمكنكم استخدام الفكرة اللي بنشر الملح عليها في البداية أبنائي وبناتي إذن سنطبق عمليات الرسم ونحاول الرسم بأسلوب هذا الفنان لحظوا معي راح نبدأ نرسم إذن مثلا راح نبدأ نرسم مثلا فقاعة في داخل هذا الفقاعة يوجد منزل إذن هكذا كأنها فقاعة مثلا صابون ويوجد داخلها منزل يوجد في داخل هذه الفقاعة مثلا منزل نوجد نوافذ في هذا المنزل نرسم نوافذ نرسم شخصا يقف أعلى هذه الفقاعة كأنه يسير على هذه الفقاعة نرسم مثلا أنه في داخل هذه الفقاعة يوجد أسماك بالطريقة هذه لاحظوا معي أبنائي وبناتي كذلك مثلا ممكن قد توجد مثلا أنه نرسم أشجار داخل الفقاعة ممكن نرسم أنه شمس بالطريقة هذا إذن كأني أتخيل أنه هناك فقاعة صابون شخص ما يدور حول هذه الفقاعة يريد أن يدخل بداخلها فيها شمس هذه الشمس لها عينان بطريقة هذا ثم بعد ذلك مثلا نرسم سيارة بالطريقة هذا مثلا ونبدأ نتخيل أشياء أخرى يعني تخيلكم داخل حلم ماذا تشاهدون في داخل هذا الحلم وماذا تتخيلون وما هي الأفكار التي لديكم الخارجة عن المألوف أسلوب الفنان شجال يعطيكم فرصة للتعبير عن هذه الخيالات وعن أحلامكم باستخدام الرسم إذن لاحظوا انتهينا من الرسمة رسمنا منزل داخل فقاعة صابون رسمنا شجرة تخيلوا أيضا داخل هذه الفقاعة يوجد شمس توجد سمكة توجد سيارة تسير جميع هذه الأشياء أبنائي وبناتي راح نستخدم بعد ذلك بعد أن ننتهي تلوينها بطريقة أسلوب الفنان شجال كذلك أبنائي وبناتي انتهى درسنال اليوم أتمنى لكم تجربة ممتعة للتعبير عن أحلامكم باستخدام أسلوب هذا الفنان كذلك تجربة تلوين رسماتكم وتعطونا فرصة لرؤيتها من خلال تطبيقكم للرسم أبقاكم على خير أبنائي وبناتي معكم معلمتكم منال صالح الغريب ترجمة نانسي قنقر